السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو دي. انا عارف ان انت زهقت وتخنقت للموضوع الاعلان. ولكن الاعلان اللي ظهر لك اول ما تغطى على الفيديو ده فهو ملهوش علاقة بمشكلتك. ده تابع لليوتيوب ولازم يظهر. انما المشكلة اللي انا جايح لها لك دلوقتي وهي ان انت اول ما بتفتح انترنت بتلاقي فرط كبير جدا من الاعلانات بتظهر لك على شاشة الموبايل. وكمان الاعلانات اللي بتزهردك على شاشة الف لأول ما تبسك موبايل لك تلاقي الاعلان فجأة ظهر في وشة مخرجك من اللي انت كنت موجود فيه. ولو نفزت كل اللي انا هقوله لك خلال الفيديو ده اوعدك ان انت مش هتلاقي اي اثر تاني للاعلانات على موبايل. ولكن هطلب منك طلب وحيد قبل ما نبدأ الشرح ان انت تتابع كل الخطوات من اول دي الاخر دي او تنفزها كلها بالراحة واحدة واحدة. عشان تضمن ان الطريقة تشتغل معي. ولو الطرق دي نجحت معاك ما ريتش اعلانات تانية وتنساش تعمل لايك وتنزل تحت تشترك في القناة وتكتب لي كومنت اعرفني فيه ان الطريقة اشتغلت معي. نصلي على سيدنا محمد ويلا بينا. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض يا شباب وتأكد مية في المية لو انت عملت الخطوات اللي انا هعملها. حضرتك مش هتشوف اعلانات تانية ولا هتحتاج ان انت تشوف اي فيديوهات تانية بعد الفيديو ده. اول حاجة كده يا شباب ولازم تكون مقتنع بيها مية في المية ان جميع برامج تنظيف الهاتف او تسريع الهاتف هي دي اكتر شيء بيجيب لك اعلانات. لان البرامج دي هدفها الاول والاخير ان هو بيعرض لك اعلانات. طيب انا اعمل ايه في الحالة دي? اول حاجة هروح كده اضغط على الضبط. بعد كده هنزل لتحت خالص. هضغط على التطبيقات. وهنا شباب هيعرض لي جميع البرامج اللي موجودة عندي في الموبايل. هبدأ ان انا هنا اتصفح البرامج دي واحدة واحدة خالص على مهلي. وابدأ ان انا هنا ادور على اي برنامج اي برنامج يكون متخصص في تسريع الهاتف او تنظيف الهاتف او ازالة الفيروسات او ما شابه من الكلام ده. هلاقي مسلا برنامج زي ده كده هضغط عليه. بعد كده هروح هنا اضغط تحت خالص على التزبيق. تمام جدا يا شباب? وبعد كده هقوله حسنا. وهبدأ ان انا ادور تاني لحد منهي جميع البرامج. فحضرتك دلوقتي تقدر توقف الفيديو. تمسك موبايلك. تاخد وقتك خالص وبراحتك خالص ان انت تبدأ تتصفح كل البرامج دي. ولو لقيت اي برنامج من ضمن البرامج دي انت مش عارفها او ما تعرفش ده بتاع ايه. فبرضو تقدر عادي ان انت تلغي تثبيته او تحزفه. دي كده يا شباب كانت الطريقة الاولى. الطريقة التانية وبرضو من نفس المكان ان احنا برضو دخلنا على الضبط ومن الضبط التطبيقات حيزها لك قيمة التطبيقات. هتبدأ هنا ان انت تدور في وسط التطبيقات دي وتبص كويس. هتلاقي التطبيق اسمه موجود باللغة الانجليزية. ولكن مش هتلاقي جنبه صورة. يعني دلوقتي هو التطبيقه له اسم. وتمامه له صورة. هتلاقي ان التطبيق اسمه باللغة الانجليزية. والصورة بتاعته دي صورة شفافة مية في المية او بدون صورة. ده ما بيكونش برنامج حضرتك منزله او حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة تبع نظام الاندرويد. ده بيكون عبارة عن ملف فيروسات بيتسبت تلقائيا على الموبايل وهو اللي بيكون مسؤول ان هو يظهر لك الاعلانات المنبسقة اللي بتظهر فجأة وبتخرجك من البرامج اللي انت شغال فيها. فهتبدأ برضو حضرتك بنفس الشكل ده تدور في وسط التطبيقات دي كلها كده لحد ما تقابل برنامج اسمه باللغة الانجليزية والصورة بتاعته شفافة وتبدأ حضرتك تحزفه. ولكن انا عشان حزفته قبل كده فهو خلاص مش موجود عندي. ولكن عندي برنامج تاني هون من بتاعة سريع الهاتف فانا هحزفه. تمام جدا يا شباب. ودي كده كانت الطريقة رقم اتنين. الطريقة رقم تلاتة اللي معانا شباب. ودي خاصة بالاعلانات اللي بتيجي من جوجل. الاعلانات اللي بتيجي من جوجل دي دايما بتلاقيها بتظهر لك اول ما بتبدأ تفتح نت. ولو شديت شريط الاشعارات ده بتلاقيها مالية المكان ده. وبتكون اغلبيتها اعلانات مش كويسة. طيب انا هعمل ايه في الحالة دي. خدك برضو تروح تفتح الضبط. وبعد كده تفتح التطبيقات وتبدأ تنزل هنا تدور لحد ما توصل لتطبيق جوجل كروم. زي ما انتم شايفين ده كده تطبيق جوجل كروم. وببدأ هنا بعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة رقم واحد ان انا ده بضغط تحت على مكان التخزين. بعد كده بعمل حاجة اسمها مسح التخزين المؤقت. بضغط عليها بالشكل ده. بعد كده بدخل على ادارة مكان التخزين. هتلاقيها جنبها على طول. ومن هنا يا شباب بضغط على محو جميع البيانات. بضغط كده على محو جميع البيانات وبقول له حسنا. وما تقلقش دي مش هتمسح اي حاجة نهائيا من عندك من على الموبايل. اي حاجة عندك على الموبايل هتلاقيها زي ما هي. بعد كده شباب لو رجعنا ورا كده واحنا برضو جوه تطبيق جوجل كروم يعني الكل ده احنا جوه تطبيق جوجل كروم. بضغط هنا على الاشعارات بتلاقيها عندك مفتوحة بالشكل ده كده. حضرتك هتقفلها. كده بتضمن ان الاشعارات او الاعلانات مش هتظهر لك تاني من عند تطبيق جوجل كروم. وبرضو معظمنا بيكون عنده برنامج الشير ات عنده على الموبايل. نفس اللي احنا عملناه في جوجل كروم هنعمله في برنامج الشير ات. هنبدأ ندور عليه كده. لحد ما نلاقيه نضغط عليه. اول حاجة هنعملها ان احنا نروح نضغط على الاشعارات. ونعمل لها اغلاق. بعد كده هنرجع نروح على مكان التخزين نضغط عليه. نضغط على مسح التخزين المؤقت. وبعد كده نضغط على مسح البيانات. تمام جدا وهتقول له مسح. بالشكل ده يا شباب احنا بنحذف او بنوقف جميع الاعلانات اللي بتيجي من التطبيقات. وليكن لقيت برضو وانا بتصفح كده ان في في المكان اللي هو بتاع شريط الاشعارات ده جايلي في برنامج جايب لي اعلانات. ببدأ اعرف اسم البرنامج من هنا. وببدأ ان انا ادخل عليه برضو عن طريق التطبيقات. وان انا ابدأ احذفه. يعني مسلا انا عندي جوجل هنا جايب لي اهو اشعار. وليكن جوجل ده اي برنامج تاني. ببدأ ان انا برضو اروح كده على الضبط. بعد كده التطبيقات. ودور هنا على تطبيق مسلا اسمه جوجل او التطبيق اللي هو ظهر للاشعار ده. وبعمل فيه نفس الخطوات دي. تمام كده يا شباب? دي كانت تالت طريقة معانا. الطريقة رقم اربعة اللي معانا هي ايه يا شباب? اتنا انا بروح كده على متجر جوجل بلاي. وبعد كده بروح اضغط على صورتي من فوق خالص من عليمين او على الشمال. بعد كده بنزل تحت كده اضغط على الاعدادات. بعد كده بضغط على اول اختيار عندي اعدادات عامة. بعد كده بضغط هنا على الاختيار اللي اسمه الاشعارة. وباجي عليه يا شباب بالشكل ده. وبقفل جميع الايكونات المفتوحة دي. ودي عشان اقفل اعلانات الالعاب اللي بتجي لي عن طريق متجر جوجل بلاي. هبدأ اقفلها بالشكل ده. تجي لي واستمح بالاشعارات. هتجي لي هقفلها. هنا برضو هضغط عليها اقفل كده. وهقول له استمح بالاشعارات. هقول له تم الحزر. تمام جدا يا شباب? وكده انا قفلت الاخيرة. الخطوة الاخيرة اللي معاني النهاردة يا شباب ان احنا هنروح كده نفتح الضبط. بعد كده هنضغط على الاتصالات. بعد كده هنضغط تحت خالص على المزيد من الاتصال او من ضبط الاتصال. بعد كده هلاقي حاجة عندي اسمها الخاص. هضغط عليه بالشكل ده. هتلاقيه معمول تلقائي. هتضغط كده على اسم مضيف مزود الخاص بالشكل ده. وهتكتب الجملة اللي مكتوبة دي. وبعد ما هتكتبها بشكل صحيح هتعمل لها حفظ. ولكن هنا شباب لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا. ان في بعض الموبايلات ما بتدعمش اخر حركة اللي احنا عملناها دي بتاعة تغيير الدي ان اس. فلو ما حصلتش معاك الحركة دي او ما تعملتش معاك فما فيش اي مشكلة عادي جدا. هو موبايلك ما بيدعمش تغيير الدي ان اس. ولكن لو بصنا موبايلات سامسونج او اوبو او ريلمي او 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 شاومي كلهم بيدعموا تغيير الدي ان اس عادي جدا. وده فيديته برضو يا شباب عشان تكون عارف ان اي اعلان بيزهر لك وانت بتتصفح الانترنت فهو بيعمله بلوك تلقائي. وبكده يا شباب هيكونوا اللي اربع طرق اللي انا جاي اشرحهم لك النهاردة خلصتهم. ولكن في حاجتين لازم تاخد بالك منهم كويس جدا. اول حاجة لو انت عملت الاربع طرق دول واستخدمت جهازك ولقيت ان لسه برضو في اعلانات بتظهر لك على الموبايل. في الوقت ده هيكون قدامك حل من الاتنين. الحل الاولان ان حضرتك تروح تفتح الضبط وبعد كده تنزل لتحت. تضغط على الادارة العامة. بعد كده تنزل لتحت تضغط على اعادة الضبط. وهنا هيطلع لك كزا اختيار. منهم اعادة الضبط كل الاعدادات. واخر حاجة اعادة تعيين بيانات المصنع. حضرتك هتروح تضغط على اعادة الضبط كل الاعدادات. بالشكل ده لو انت عندك برنامج معين في مشكلة. فهيبدأ الموبايل يصلح المشكلة دي. طيب الجزء رقم اتنين لو انت برضو عملت كل ده ولسه الاعلانات موجودة. للأسف هنا هقول لك ان انت موبايلك كده بقى موجود عليه فيروس جوه ملف الاندرويد. ملف الاندرويد ده اللي هو ملف تشغيل الجهاز. وده ملهوش غير طريقة واحدة بس ان حضرتك لازم تعمل للموبايل بتاعك. عشان الاعلانات دي تنتهي من عندك. ولكن طبعا السوفت وير ده هيحزف لك اي حاجة موجودة عندك على الجهاز. فيفضل ان انت الاول تسحب الصور بتاعتك وفيديوهاتك الاسامي. جميع البيانات بتاعتك المهمة. تحطهم في مكان تاني. وليكن كارت ممري. هتلاقيني سايب لك فيديو فيه سندول وصف وهيزهر في علامة الاي اللي فوق دي. ازاي تنقل جميع التطبيقات والبيانات على كارت الممري. او ممكن تنقلهم على جهاز الكمبيوتر. وبعد كده تقدر حضرتك تعمل اعادة تعيين بيانات المصنع. والموبايل كده هيرجع جديد بدون اي اعلانات. ولو الموبايل لسه بتاعك في خلال فترة الضمان بتقدر حضرتك تروح التوكيل الشركة اللي حضرتك تابع لها او المنتشاري منها موبايلك. وبرضو بيقدر هناك يعمل لك سوفتوير للموبايل. كده شباب نكون انتهينا من شرح النهاردة. اتمنى يا رب يكون الشرح اعجبكم. ولو جربت الطريقة ونجحت معاك انزل اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو عندك اي مشكلة والطريقة ما نجحتش معاك. برضو اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن. متنساش اللايك والاشتراك وان انتو تدعو لاخوتنا. ربنا يا رب كده ينصرهم ويفك القرب عنهم. اللهم امين. واشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد. موسيقى